ببطء ولكن بتصميم وإرادة لا تلين أيضا يتقدم هؤلاء الجنود في جبهة المهمة الأصعب في صرواح لا يواجه هؤلاء الجنود أمثالا لهم في الجهة المقابلة فقط بل يواجهون أيضا تضاري سوعرة تجعل مهمتهم أصعب وأكثر كلفة ولكنهم يمضون إليها حاملين معهم أملا بأن تنتهي هذه الحرب قريبا وما من سبيل إلى ذلك سوى عبور هذه الجبال وإنجاز المهمة خلال أيام بدأت دهرا لمن لا يعرف هذه الجبهة تقدم الجيش الوطني والمقاومة مسنودا بدعم مقاتلات التحالف حتى بات على مشارف صرواح مسيطرين على المطار والكثير من الجبال الاستراتيجية المحيطة وهو ممكن قوات الشرعية من قطع خط الامدادات على ميليشيا الحوثي والمخلوع ومحاصرة في مركز المديرية وجبل هيلان ومنطقته المشجح والمخدرة والتي تتمركز فيها أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا فيما واصلت القوات تقدمها من اتجاهين إلى مشارف مركز المديرية سوق صرواح الذي أصبح أمر استعادته مسألة وقت لا أكثر كما يؤكد القادة الميدانيون صرواح ليست مجرد معركة بل هي نقطة تحول مركزية في مسار الحرب مع الميليشيا الإنقلابية إذ أن خسارة صرواح بالنسبة للميليشيا تمثل قطعا لطريق كانت تستخدمه لتعزيز قواتها في البيضاء وشبوة وفقدانا لموقع متقدم في مأرب كان يتيح لها إمكانية إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مركز المحافظة ليس هذا فحسب فعلى الطريق إلى صنعاء التي توقع أن تلعب هذه الجبهة دورا أساسيا في استعادتها تعد جبهة صرواح طريقا أسهل للدخل إلى العاصمة كون المناطق الواقعة بينهما مناطق مفتوحة إذا ما تجاوزت هذه الجبال كبيرة هي الكلفة التي دفعها رجال الجيش الوطني والمقاومة في هذه الجبهة ولكن على هذه الأرض ما يستحق التضحية أو هكذا يقولون